بعد توترات سياسية لعدة أسابيع دخلت السودان وأثيوبيا فيما يشبه الحرب الحقيقية لكنها حرب محدودة فالقوات الأثيوبية جنت قصفا بالمدفعية والجيش السوداني قال إنه رد وأسكت المدفعيات المعتادية القوات السودانية وحسب وزارة الدفاع تقول إنها حققت أهدافها في رد القوة الأثيوبية وقد نفذت قصفا مدفعيا وبالمروحيات والدبابات التي تقدمت من الجانب السوداني للحدود مع أثيوبيا لكن من دون أن تقع أي خسائر في الأرواح حسب مصادر من الطرفين استهدف القصف الأثيوبيا الذي وقع فجر الأثنين منطقة جبل أبو طيور هذه المنطقة ببساطة هي تقع على السودان طبعا وأثيوبيا تربطهما حدود مشتركة تنتد على مسافة 1600 كيلو متر هنا في شرقي السودان هناك منطقة جبل أبو طيور تتداخل طبعا هنا التركيبة السكانية والنشاط الاقتصادي بين القبائل السودانية والأثيوبية وخاصة فيما يتعلق بالرعي والزراعة لكن الأسباب المباشرة للقصف المتبادل بين أثيوبيا والسودان لا زالت مجهولة القوات السودانية أعلنت الشهر الماضي أنها استعادت أراضي في منطقة الفشخة كان يستغلها مزارعون أثيوبيون بينما تقول أثيوبيا أنها أرض تابعة لها أديسة بابا تنظر إليها على أنها أراضي متنازع عليها في المنطقة الحدودية بينما تنفي الخرطوم وجود أي نزع حدودي بينها وبين جارتها هذه القضية تتقاطع أيضا مع ملف سد النهضة أشائك والذي يثير توترات إقليمية بين البلدين ودول أخرى مجاورة لهما في هذه التغريدات نأتي إلى إليت تقول لازم الحكومة مش من مصلحة أي من الدولتين أن يدخلوا حرب بس للأسف هناك دول تحرض السودان وأثيوبيا على هذا الوضع لجرهم إلى الحرب وطبعا كلنا عارفين من هذه الدول طال عمرك الوليد الزهراني يقول ما زلت أنتظر لا هذه هي تغريدة الوليد الوليد يقول وكأنه مكتوب على السودان أن يعيش في حرب كيف تم افتعال الحرب مع أثيوبيا هذه تغريدة من درويش خليفة يقول درويش ما زلت أنتظر موقفا عربيا موحدا من تصرفات أثيوبيا حيال أسد النهضة أقلها حاليا اجتماع الجامعة العربية والاتفاق على تدابير للردع التدريجية آخر تغريدة من أميرة تقول فيها الحرب قامت بين أثيوبيا وسودان ومعرفش مصر موقفها إيه في الهوشدي هنتعارك ولا هنؤف نساء أف شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها